ولا هي دي تانية ملونة لا التالية بوضوع تالي بقى التالية تزيد في الشتاء في الصيف سوري بس في ناس يا دكتور من لبسهم اللبس التقيل والبلوفرات والجوارات وما يجد حموش تجي في الشتاء وتجيلهم تجيلها في الشتاء وبعدين نخلي بقى لحضرتك تتعرض اتضح ان حنكون نشوف التالية في الشتاء خالص بس بدا يتبان دلوقتي انا ممكن اكون في الشتاء وقاعد قاعدة دلوقتي ومزنوء اوي نفسيا تلاقي جسم سيخن ويسعد بعرق اه وانا رغم ان احنا في ايه في الشتاء ده ينشط اللي عنده قابلة للتانية بقى لان الجلد سيخن فكأنه في الصيف فيبتدي ممكن التانية تنشط عنده في الاماكن اللي هي بتسخن عنده حاجة زي الرقبة الكتاف الكتاف ودي اشهر الاماكن الدكتور بيبقى فيها موضوع التانية اه طبع طب هي التانية برضو لازم هل لكها الاتوية الموضوعية بس الكريمات ولا لا لازم حبوب وممكن ممكن كابسولات حاجات للفطريات ممكن حاجات للفطريات ولكن الموضوع ان التانية دي بتاخد جورة عالية شوية لانها على اخر سطح الجلد وليست متغلغلة في الجلد يا عارف حضرتك الطبق الخرجام الجلد دي التانية بتيج عليه وعشان كده لو شاور جامد او في البلاج او حاجات الاشرب دي بتقع كالزمان بيحط عليها ساور تيوت تحرق الطبق الخرجام الجلد وطقع دي الوقت بقى فيه مس جاهز بقى دخلنا في الاسبيرات وليش عارف ايه اللي هي تموت الفطر من بره من اسهل الحاجات هي الفطر ولكن هيبقى الوحيد الريكرانس يعني التكرار يعني العيان مثلا يقولك بتجيلي كل سنة مرضوطين او حاجة وبالذات لها بعض الناس اللي هم عندهم ضعف زي مثلا مريض سكر اه الناس اللي عندها منعتها دي المناعتها مشاكل في المناعة ولكن برضو بتيجي في الشباب الصحة عشرين سنة وكلام من دي اسمها قابلية يعني هو الفطر ده فطر متطير في الجو ساعات لو جاء عندي ما يجيليش عشان ما عنديش قابلية لكن ممكن يروح لواحد تاني عنده قابلية يجيله فطر تانية بس وكمان يا دكتور دلوقتي الناس في الجرمات وكلام ده كله بيبقى ما كان الاجهزة نفسها بيبقى فيه واحد بيعرق وبيحصل له تعرق شديد جدا يجي حد يقعد مكانه يا ترى ممكن الحاجات دي تنقل لو عنده قابلية لو عنده قابلية لكن لو ما عندهوش زي بالزبط احنا خامسة وفيه واحد مش لازم كلنا نتادي اللي عنده قابلية هيتادي واللي منعته قوية ضد هذا الفيروس مش هيتادي بس اللي جات له ليه دايما دكتور تكراري تانية يعني مثلا حد يجي المناعة المناعة بتاعته ما زالت ضعيفة ضد هذا الفطر ممكن في اي قاعدة هو الفطر متطير في الجو هو دفين عنده بيلاقي الجو ملاقم بيشتغل يعني المهم دي قابلية والقابلية دي احنا ما بيقدرش نغير في المناعة بتاعت البناء ادم يعني وإلا كن عملنا واحد ما هيعياش خالص يعني ضد الفطريات والبكتيريا وكام احنا ممكن نديله يعني بيانات ازاي هو يتجنب انها ترجع له تاني بسرعة يعني بعض الاحتياطات في الاستحمام في التكفيف الجسم في عدم التنشانة والتفكير زيادة في استخدام الدواء بتاع الفطريات اول ما تيجي مش يستنى لما تنتشر كتير وتبقى مشكلة يستخدم شامبو قشرة في فترة الموسم بتاعها عشان شامبو القشرة بياخد الفطر من على طبقات الجلد وينزلها بسرعة زي ووشنج كده مثلا بتاعمل زي غسيل زي تأشير زي تأشير شامبو القشرة مهم برضو في اللي عنده التانية واحنا بنتكتبه من ضمن الرشدة اللي هو شامبو القشرة يستخدمه على جسمه طب دكتور فيه امراض كده ليه عامل وراسي طب ارتباط بقى الحاجات كتير 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 بس عايز اقول حاجة ان فيه وراسي صرف وفيه فراسي يعني ممكن يجيله بس يا ترى لو فعل زي ما احنا كلهم نتكلم على المناعة ولو فيه عامل وراسي او عامل جيني لو الشخص ده يعني احنا مثلا نقدر نقول مثلا اخوات اه عارفين الاب والام عندهم مثلا المرض الوراسي ده الابناء لو بقى حد منهم عنده مناعة قوية هيجيله برضو لأ ممكن واحد ما يجيلوش يعني مثلا ممكن الاب يبصلع وواحد منهم يفلت من الصلع مثلا اه ده كتير وده وراسي اه والعيل التاني يقولش ما نانا يعني اه فالوراسة دي سر عند ربنا يورس ده من وراسة ده من نسبة الصلع وده كنت عايزة سؤالها سألو بردو من كلهم نتكلم على الصلع ليه دلوقتي الصلع بقى منتشر في السيدات يعني من رغم ان احنا عارفين الموضوع الصلع ده في الرجال كتير مش هلتوا عايزين انت بوزير رجالها فمن كدر ما احنا نشبه ما هي الموضوع كده لا ما كلم جد بقى الموضوع يعني هو جزء منها طبعا مش اكيد الستة العملية اللي هي مش عارف ايه الكلام من ده الهرمون بيختافي شوية الانساء والبطيل وما تذكر بقى نشيط مش عارف ايه وكلام من ده علاوة على التغذية علاوة على الاسترس علاوة على حاجات كتير يعني كل العوامل دي ممكن تؤثر حتى طبعا على فكرة كان عندنا في الطب يقول لك ايه برين سيكس يعني ايه البرين سيكس يعني انا مخي ان انا ستة او انا مخي انا راجل وشاكيا يقول لك العيل لو اتولد ولد وما تلبسوش هدوم كتير حريمي يعني كان سعبان الحسد يلبسوه هدوم بناتي علشان ما يتفسدش العيل قال لك غلط لان العيل هيحط في دماغه ان هو بنت ودي مشكلة في مخه مش هنعرف نرجعها تاني هيتأثر هيتأثر سيكولوجيا في دماغه فالبرين سيكس ده مهمي برضو فهو برضو ان الست لازم تكون لسه في مزالة في الحتة دي اه انها تتجانب خوفها مثلا من والدة ان هو اصلا انها تتلق لا هو مش اللي خايدة الخوفه هو فعلا زي ما انت حضرتك قلتي ان فعلا انا بشوف حالات صالح حريمي كتير وعدنا بنقولها للست وما بنخافش كان الاول ان هو عدني لف ونظور ده هو سقوط شعر وشعر بالله دي صالح حريم يعني هو متقبل انا سمعتها قبل كده وهي سمعتها لانهم كلهم عارفوا المونوكسديل كمان يعني هما كلهم عارفوا انهم بخاخت المونوكسديل اللي هو بتاعة الصالح الحديد المادة دي اه المادة دي محفوظة هي المشكلة هي النسبة كان في المية وهل عندها عارض تانية تقامل صوت يعني نقص الحديد والحاجات دي كلها في حبة حاجات احنا برضو عشان نوصل للجين لازم نبقى فيه اماكن معينة يعني مثلا ايه نشوف تركيبة الصالح عند الراجل فين ونبتدي عشان الست لما تيجي سقوط شعر ما تقولش صلاح حريمي كده من الليلة لازم يكون المنطقة دي بس لا اما الجنبين دول الجنبين دول بس ممكن نكون لحدهم او الحتة دي او الحتة دي يعني في بعض السيدات تلاقي الحتة دي هي تقولك شعر خشن فيها دون عن شعر كله ده دليل ان الشعرية بدأت تضعف في المنطقة دي الليل دايرة دي مش فيه رجالة بتبصرها هنا بس ايو ايو السيد نفس القصة وعشان كده بنفرق شعرها من قدام ونفرق شعرها من وراء بنمشي الفرق كده الوراء اذا كان قدام الفرق واسح قوي عن وراء يبقى ده ايه جيني لو الفرق واحد يبقى ده سقوط شعر شامل بقى الجناب بالحتة الوراء بتاع فلازم نبتدي نحدد الاول هو جيني ولا مش جيني نسأل على وراسة بسلا اخواتها يعني فيه ناس بتقول اخواتي كده ولازم نستعرف ان الشعر الناعم قوي بيبقى خفيف ايوة يا دكتور هتاخد نعومية وهتاخد كسافة ودايما يتقصف بسرعة ويتقصف حتى بعوامل الجو ليه يا دكتور شعرها ضعيفة ضعيفة ومتبقى السميكة يعني اه لكن الشعر لقرت لقرت تلاقي مش عارفين نشوف فرد وطراسة اه من كتر السماء اه الكسافة ربنا بيرحم برضو عشان كتر الكي والفرد وكلام ده هيشيل شوية برضو بعد زمن معين يعني بالظبط هيوقع اه طبعا هيبقى الكسافة بتاعته بتقل يعني بالوقت صحيح كسافة مؤقتة لكن هيصفصف علي التلتين مثلا بساعة ما اعمل الكيراتين ولا بروتين وبعدين عشان يستعد كسافته تاني لازم اسيبه يقرط تاني كامل هيرجع لكسافته الاساسية او عندما تدعمل المشكلة دي اه